اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الدعوة الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم الى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لزيارة مملكة البحرين تشكل محطة تاريخية واستثنائية لترسيخ النهج الملكي والرؤى النبيلة لجلالته من اجل نشر السلام العالمي والتعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم وعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمبادرات الملكية الخلاقة التي قدمها جلالة الملك المعظم من اجل ان يعم السلام والاستقرار في العالم ونوها معاليه الى ان زيارة بابا الفاتيكان تعتبر الزيارة الاولى من نوعها للبحرين وهي خطوة تتبعه العديد بل خطوة تتبعه العديد من الخطوات لنشر السلام بين جميع المكونات البشرية والتأكيد على ان البحرين وطن جامع وشامل يؤمن بالتعايش الانساني واعرب معاليه عن التقدير الرفيع للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على مضي فريق البحرين بكل عزيمة وايرادة لتعزيز مبادئ التعايش في مختلف مجالات العمل الوطنية